مصر بلد عظيم جدا يا جماعة وبلد كبير جدا وبقدر عظمة هذا البلد بقدر ما المصريين عانوا كتير يعني المصريين زمان عانوا كتير اوي اوي مش عارف انا الحقيقة باستغرب اوي 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 واستغراب مصحوب بالاستهجان في اعلى مستوياته لما لاقي فلان او علان او ترتان او شخص ايا كان يجي يقول يا فين ايام زمان ده احنا قبل 2011 دي كنا عظمة العظمة وعايشين فل الفل والدنيا اخر حلاوة فانا باستغرب الدنيا كانت اخر حلاوة بانهي منظور هل المنظور بتاع فيروس سي اللي محدش كلف خطره على الاطلاق انه يحل ازمته الكارثية وانه يجيب دواء زي ما الرئيس السيسي عارف يجيب الدواء طب ما عرفتوش تجيبولي زمان يعني المفترض انه ما قبل 2011 دي كانت فترة الاستقرار والرخاء والمش عارف ايه طب ما عالكتوش المصريين من فيروس سي ليه سيبك ما طورتوش 20 مينا في مصر ليه سيبك ما قطعتو المية عن برج البورولوس في كفر الشيخ 2007 فاكرين يا جماعة 3 يوليو لا انسى 3 يوليو 2007 اهالي برج البورولوس اتقطعت عنهم المية قبلها 20 يوم عانى الناس من العطش بل انه كادت الاوبئة ان تتفشى في برج البورولوس لترجم الناس قطعت الطريق طريق الدولي السحيلي لو تفتكر افتكر ايضا تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية واللي صدر في نفس السنة واللي تكلم على انه نصف ثروات هذا الوطن هي في يد واحد في المية فقط من مواطنين وانه خمسة وخمسين في المية من سكان هذا الوطن عايشين تحت خط الفقر باقل من واحد دولر يوميا لكن قبل 2011 طبعا كان عصرا عظيما وممتلئ بالزهوة كده كان مزدهر ايه ده يا رجل ده كم المشروعات اللي احنا شفناها قبل 2011 مذهل رهيب انا اتذكر ان المنصورة الجديدة اتبنت اكيد في 2007 او ان العاصمة اتبنت في 2008 او ان العالمين اتبنت سنة 99 طبعا ايه كلام لان انا اتذكر ان عقود بالتخصيص المباشر لمجموعات اقتصادية كانت حتى غير مصرية في بعضها ومصرية في بعضها 25 فدان و20 فدان في مارينة لو تفتكروا ولا احنا نسينا ولا ايه ولا مزايدة ولا منقصة ولا اي حاجة خدوا دي ويلا لا مش بس كده ده كانت برخص رخص رخص التراب مع ان احنا لما جينا اشتغلنا على العاصمة الادارية كان اقل متر ارض بنبيعه للمستثمرين بعشر تلاف جنيه لكن زمان كان بيباع بجنيه اتنين يوم ما يتمعظم بخمسة جنيه ونص اولا بس تمام افتكر في 2009 المصريين خرجوا للحصول على الخبز فلم يجدوه ووقف الناس في طوابير الخبز يطعنون بعضهم البعض بالسلاح لا بيض افتكر 2009 افتكر انه مصر في مؤشر الفساد كان ترتبها 115 من اصل 180 دولة على مستوى العالم بس الحقيقة انه قبل 2011 كنا عايشين نرفل في الحرير كناش عارفين نعمل ايه بالفلوس يا جماعة بندمي الفلوس يمين وشمال كده من كترة حياتنا كانت سكر وكأن ما كانش فيه 14 مليون مواطن عايشين في العشوائيات ده تقرير 2009 14 مليون مواطن عايشين في العشوائيات يا دين النبي 14 مليون ايه ده ناس وصفتهم التقرير الدولية انهم سكان بلا مأوى فكتب عنا في تقرير دولي كلام مؤلم قوي قال 14 مليون مصر يعيشون بلا مأوى فذهبوا ليسكنوا في المقابر ويسكنوا في مناطق عشوائية اتبنت بقايا الكرتون والخشب والصفيح مين ده اللي بيحاول يروج عبر شبكات التواصل الاجتماعي انه مصر كانت عايشة في أزهى العصور قبل كده يا راجل ده احنا قعدنا تقريبا تلاتين سنة البلد دي ما بيدقش فيها مصمار إلا كده درا للرماد في العيون من وقت للتاني كده يلا نعمل أي حاجة وقص شريط الافتتاح ووضع حجر الأساس وحجر الأساس عمره ما تبنى عليه حاجة تقريبا وكنا كل فين وفين لما نلاقي حاجة كل فين وفين وبطلوع الروح ولو تبنى تلات اربع عمرات في حتة يقوم عليها الزيتة والزنباليطة وتتعمل الهاء والليلة كبيرة قوي تروح بقى تشوف السبع تمن عمرات دولا دخلهم لمية ولا كهربا ولا في طريق يوصل لهم ولا أي حاجة خالص بس لازم نروح لقطين الصورة طب فين ده من مليون شاء اسكان اجتماعي فين ده من انه مصر تصبح خالية من فيروس سي ده باعترف المنظمات الدولية مش احنا يا جماعة فين فين ده من اكتر من عشرة اكتر والله اظن يقترب من حوالي 18 مدينة كبرى غير بقية المدن اللي ما هياش بهذا الحجم اللي هي يعني المدن شديدة الحداثة مدن الجيل الرابع اللي فيها بقى يعني البنية التحتية على احدث مستوى فين ده من انك انت عملت المساحة المعمورة في مصر انت ضعفتها بقت الضعف لا وايه انت عملتها الضعف في اقل من عشر سنين اللي قابلنا قعدوا تلاتين سنة يا مولاي كما خلقتني فين كان فين الصرف الصحي في الصعيد وكانت نسبة دخول الصرف الصحي في الصعيدة يا جماعة كان عصرا هو الفساد بحد ذاته الدول برء او التقارير الدولية بتقول ان احنا ما هو 15 فساد وانا بقولك ان انا ما اظنش ان احنا كان فيه حد افسد من اللي عندنا دول فراكموا الاموال والثروات وهربوها على سويسرا ده غير الفساد السياسي الفساد السياسي اللي يدفع بلد انها تخلق وتنسج تحالف مع الاخوان في انتخابات البرلمان 84 ولا احنا بننسى ولا احنا بننسى ما ينفعش ننسى ده ما ينفعش خلي بالكو احنا عندنا جرحين جرح 30 سنة فساد وسرقة ونهب وسلب وافترة وجرح سنة من حكم الاخوان والاسلام السياسي اللي حاول ان هو يخطط في مصر بكاملها وكنا هنشهد فساد اسوأ من الفساد اللي قابله لو لا رحمة ربنا عز وجل ده اولا ولولا ان عندك دولة جيش عندك قلب صلب حقيقي في هذا الوطن اسم القوات المسلحة المصرية تقف لحماية هذا المجتمع وهذا الشعب ومقدراته وحدوده ولا تسمح بانه حد يمس احنا كنا هنضيع كنا هنضيع احنا كنا هنضيع بسبب فسادة 30 سنة وكنا هنضيع بسبب ارهاب ال 12 شهر وعدنا عنينا يعني بعد ما انتهى هادي او بعد ما انتهت هادي السنة السوداء فترة اللي حكم فيها الاخوان احنا عادنا نحارب الالهاب لحد 20-20 عادنا السبع السنين في حرب ضروس تكلفتها على البلد دي 120 مليار جنيه طب ازيدك من الشعر بيت ولعلكم يمكن سمعتوا كلمات الرئيس يوم الاربع اللي فات لا احنا من 2011 ل2014 مصر خسرت 450 مليار دولار ويزيد هو احنا كنا فين وبقينا فين هي دي الحقيقة وبالمناسبة لا احد يفعل ذلك تفضلا فخامة الرئيس الدولة بالمناسبة على بعضها بتشتغل ولا ترى انها تتفضل ومش عايزك تبص ابدا على الموضوع بهذا المنظور ولا بهذه الزاوية الناس شايف ان هم بيقوموا بواجب وطني مش بمهمة بس لا مش مهمة الرئيس مهمة رئيس الحكومة مهمة مجلس الوزراء مهمة اي مسئول في الدولة لا الناس بتشوف انها بتقوم بواجب وطني واجب بالمناسبة ناس كتير جدا قدرت ظهرها مش بقولك لان هم وحشين ولكن تخوفا قالك لا يا عم الشيلة دي تقيلة انا مش شايل فالناس اللي شالت دي نقلوا البلد نقلة تانية خالص خالص من فيروس زي سي ولا من فشل كلوي ولا من امراض الصدر والحساسية يا راجل ده كمت الناس معايشينهم جنب مصنع الاسمنت الناس جالها تحجر رئوي ولا حد فكر يلتفت لهم ايه ايه احنا ازاي بننسى ده ازاي بننسى ده حتى رجال الاعمال بعضهم يقولت بس اصل يا جماعة ده انتو كان بيتنزل عليكو بالبراشوت كان فيه براشوت يروح نازل انا هاخد 25% بعض الناس جالها جلطة وماتت دون ان اذكر اسماء واقع فيه نفسي من ذكر الاسماء حتى لا اسببه حرجا ولكن كانت هذه الامور منشورة ومعروفة انا زاك واللي يوري بيخش السجن واللي يوري بيتلبس له قضية علشان يفلس ويتحجز عليه ليه لانه مش عايز مش قابل البراشوت البراشوت نازل نهب الناس ده برضو بستغرب لما لقي بعض رجال الاعمال يتكلموا كده ويقولك بس اصلق زمان برضو واصلحنا اصلنتو اه يا جماعة ده البراشوت كان كابس على نفسكم وعلى صدوركم اه دي على المستثمرين ورجال الاعمال صحة ولا انا ايه ناس طبقة المتوسطة اللي قعدت تتضاءل وتمحل ما بقتش عارفة تعمل ايه والفقراء كانوا يزدادون فقرا على فقر فاصابتهم الامراض وسكنوا المقابر والعشش والعشوئيات ما تتفرج النهاردة على تل العقارب اللي ما بقتش اسمها تل العقارب بقى اسمها رودة السيدة زينب وده مثل تفرج على غطة العنم اللي بقى البشاير الخير وده مثل تفرج على بعض من عشوئيات القاهرة اللي اصبحت فيما بعد ذلك حاجة اسمها الاصمارات حاجة تفرح هل ده بس في القاهرة ولا في اسكندرية بس لا ده في السبعة وعشرين محافظة يا جماعة بالراحة مش عاوزين نبقى نسين اللي حصل لنسين اللي جرالنا في تلاتين سنة ولا نسين اللي جرالنا في سنة ابدا البلد ده مش هيقف على رجله باي حال من الاحوال غير لو احنا فاكرين كل هذه الامور ولا ننساها وتفضل محفورة كويس جدا في ازهالنا زائد ان احنا واحد مصرنا واحد قدرنا واحد هنعدي ازماتنا هنعدي ازماتنا مصر يا ما مر عليها امور وعدينا وهنعدي وهنكمل انا حتى استغرب احيانا من بعض الناس اللي ايها بردو كده على سوشيال ميديا ممكن ده بعيد عن التلاتين سنة يقول لك يا جماعة مش هينفع كده لازم مصر توصل الغزاء للفلسطينيين يا راجل يا راجل هي مصر امتى وقفت ده يا راجل ده قبل سبعة اكتوبر قبل هذه الكارثة الحالية مصر كانت بتوصل اكتر من خمسمائة شاحنة في بعض التقديرات ستمائة شاحنة لفلسطينيين هنيجي في الازمة وهنقول لا ما حصلش ألاقي بعض الناس بتقعد تتبنى هذه الافكار هو انتو بتروح وتدوا عقلكو للناس للصهينة طب ازاي منين انت بتقول انا مصري وطني عظيم عروبي وتروح تدي عقلك لوحد زي بن يمين نتنياهو واللي حكومته المتطرفة ويقول لك أصل مصر هي اللي رفضت دخل المساعدات فين اللي مش مصدق يتفضل يتطوع وياخد بعضه ويروح يشتغل في رفح ويشوف الولاد والبنات اللي زي الفل هناك في ظل احنا نتكلم بس القاهرة برد قارس شوف الولاد والبنات اللي هناك بيعملوا ايه في ظل هذا البرد القارس برد القارس اللي عندنا في القاهرة ده كوم واللي في رفح ده كوم تاني خالص خالص شوف العيال هناك وقفة عاملة ايه عشان خاطر يدخلوا الشاحنات الترلات المصرية لأهليهم في غزة فإن كنت ترى إن انت شاكك يعني وإن كنت أستهجن هذا الشك لكن والله يروح اتطوع التحالف موجود اتفضل اتطوع واطلع أقف ما هناك مع الرجالة الرجالة والبنات البنات عشان تشوف بعينك وتعرف وليس من رأى كمن سمع اشتركوا في القناة